الكريملين يعلن أن الرئيس الروسي بوتن منفتح لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا عودة الحركة لطبيعتها في محطة قطرات شمال بفاريس بعد حدثة طعن أسفرت عن ستة جرحة كوريا الجنوبية واليابان تحتجان على قرار بكين بتعليق إصدار التأشيرات للمسافرين بسبب قيود كورونا سلام عليكم السنة عشر تظهرنا العشر بتوقيت جيرانيتش نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة أهلا بكم والبداية مع نظر أهلا بكيندا أهلا بك رميح أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام والبداية مع تطورات الأزمة الأوكرانية اشتركوا في القناة أعلن الكريملين أن الرئيس الروسيف لازيمير بوتن منفاتح لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا وأكد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن موسكو تفضل تحقيق أهدفها عبر عملية سياسية وديبلوماسية كما أكد أن الوضع مع الغرب فيما يتعلق بملف أوكرانيا يشير إلى إمكانية إجراء محادثات وأعلن بيسكوف أن هناك تطورات ميدانية إيجابية فيما يتعلق بالوضع في مدينة ساليدار لذلك طوقت القوات الروسية مدينة باخموت الأوكرانية من الجنوب والشرق والشمال وصعدت القوات الروسية هجومها على مواقع أوكرانية حول مدينة باخموت شرقية البلاد حيث تمكنت من السيطرة على ساليدار التي تقع على مسافة عشرة كيلو مترات إلى الشمال من باخموت ومن المرجح أن تكون الهدف العسكري المباشر لموسكو وجزءا من استراتيجية تطويق باخموت تحظى مدينة باخموت بأهمية استراتيجية نظرا لموقعها كبوابة جنوبية شرقية في عمق منطقة دوناتسك نحو المدن الرئيسية في المنطقة المزيد نتابعه في سيق هذا العرض المزيد نتابعه في سيق هذا العرض أعلنت القوات الروسية سيطرتها بشكل كامل على بلدة شوليدار شرق أوكرانية بعد قتال عنيف مع قوات كيف أشرت الوكالة لأن القتال لا زال يدور في وسط المدينة وكانت أوكرانية قالت في وقت سابق أن قواتها ما زالت صامدة برغم الحجوم الروسي أشتركوا في القناة اعتبرت صحيفة The Guardian البريطانية أن نجاح القوات الروسية في بسط سيطرتها على مدينة سوليدار الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا يعد أهم انتصار عسكري تحقيقه موسكو في أوكرانيا منذ الصيف الماضي رجحة أنها خطوة تمهد الطريق لتحقيق المزيد من الانتصارات على الجبهة الشرقية في أوكرانيا تفتح الطريق أمام القوات الروسية لبسط سيطرتها على مدينة بخموت جاتها أعلنت الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تصديها لهجمات روسية بالقرب من ثلاث عشرة منطقة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أوضحت الهيئة أن القوات الجوية الأوكرانية تشنت خلال اليوم الماضي أربع عشرة غارة على فرق روسية من بينها أربع ضربات على مواقع لنظام الدفاع الجوية لفتة إلى أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية ضربت ثلاثة مواقع قيادة روسية وموقعين لقوات الصواريخ والمدفعية وثمان مجموعات من الأفراد بدأ سلاح الجو الروسي استخدام طائرات هليكوبتر حديثة من طراز كي أم 52 مزودة بصواريخ 305 في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ونقلت وكالة نفوتسي عن مصدر أن هذه المروحية يجرس تخدامها على وجه الخصوص لاستهداف المركبات والعربات المدرعة الأوكرانية فضلا عن تمركزات القوات مشيرا إلى أن الدخيرة التي يحملها والتي تحملها هذه المروحية هي صواريخ 305 الجديدة عالية الدقة والتي كانت تستخدم سابقا من جهته قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن بلاده ستوسع ترسنة أسلحتها الهجومية وتواصل تطوير الدرع النووية باعتباره الضامن الرئيسي لسيادة روسيا وسلامة أراضيها كما أعلنت موسكو إطلاق صاروخ من منظومة إسكندر على منشأة بنية تحتية تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة المزيد في سياق العرض التالي مع تجديد روسيا اتهاماتها للغرب بالسعي لتقسيمها ومحوها من على الخريطة السياسية والتأكيد بأن الجيش الروسي يواجه النيتو في أوكرانيا أعلن وزير الدفاع الروسي سعي بلاده لزيادة ترسانتها العسكرية وتطوير أسلحتها النووية إعلان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو جاء خلال اجتماع مع قيادة الجيش الروسي أشار فيه إلى أن تلك الخطوة العسكرية الروسية هي لحماية وضمان سيادة روسيا وسلامة أراضيها وتزامن التصريحات شويغو مع النشر وزارة الدفاع الروسية تسجيلا مصورا لعملية إطلاق صاروخ من منظومة اسكندر على منشأة بنية تحتية تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة كما أجرت روسيا مناورة بحرية في بحر النرويج بسفينة مسلحة بأسلحة فارت صوتية وهي الفرقات أميرال حيث تضمنت التدريبات صد هجوم جوي لعدو افتراضي في ظروف مائية صعبة بهدف صد أسلحة أي هجوم جوي للعدو وصواريخ الطيران والصواريخ المضادة للسفن وتأتي التحركات العسكرية الروسية في الوقت الذي يتواصل فيه الدعم الغربي إلى أوكرانيا سياسيا وعسكريا واقتصاديا قال الرئيس الأوكراني فلاديمار زيلنسكي إن بلاده بحاجة شديدة لمزيد من إمدادات الأسلحة الحديثة من الغرب لأن روسيا تحشد قوتها من أجل مزيد من التصعيد وقال الرئيس الأوكراني إن العالم الحر لديه بكل ما هو ضروري لوقف العملية العسكرية الروسية قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوفن تدريب الولايات المتحدة لتواقم عسكرية أوكرانية على أنظمة باتريوتا الدفاعية الصاروخية يؤكد انخراط واشنطن في الأزمة بأوكرانيا أضف السفير الروسي أن هدف الإدارة الأمريكية هو إلحاق أكبر قدر من الضرر بروسيا بأياد القوات الأوكرانية كانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتجون أعلنت أنها ستبدأ تدريب قوة أوكرانية على منظومة باتريوتا الصاروخية الدفاعية في الولايات المتحدة وقال المتحدث باسم البنتجون الجنرال باتريدر أن التدريب سيقرأ في قاعدة فورتسيل في ولاية أوكلهوما الأسبوع المقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكل تحديات ينبغي تصدي لها جاء ذلك في إطار إعلان مشترك وقعه حلف الناتو والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون الدفاعية المزيد في العرض التالي مع الزميل كريم حادم أهلا بكم على وقع الأزمة الروسية الأوكرانية يسعى حلف شمال الأطلسية الناتو والاتحاد الأوروبي إلى المزيد من التعاون بينهما لمواجهة التهديدات والتحديات الأمنية خاصة بعدما أدت العملية الروسية في أوكرانيا إلى قلب النظام الأمني الأوروبي في بروكسل وقع قادة الناتو والاتحاد الأوروبي إعلانا مشتركا حول التعاون والشراكة بين المنظمتين مؤكدين أن الاتفاقية تعد منعطفا رئيسيا للأمن والاستقرار الأوروبي الأطلسي كما أنها تدعو إلى تعاون أوثق بين الاتحاد الأوروبي والناتو الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس تولتنبرق قال أن إعلان التعاون مع الاتحاد الأوروبي يتضمن التزاما بدعم أوكرانيا مشيرا إلى أن هدف الاتفاقية تعزيز الشراكة في مواجهة روسيا التي اتهمها بأنها تسعى لتقسيم أوروبا وهو ما لم يتم السماح به كما أكد أن الحلف مصمم على نقل الشراكة بين الناتو والاتحاد الأوروبي إلى المستوى التالي رئيسة المفوضية الأوروبية أرسلا فوندرلاين بدورها أكدت صعي بروكسيل لتعزيز الشراكة مع الناتو لدعم الشعب الأوكراني مشيرة إلى أن أهداف المنظمتين تتشارك وأن التهديدات والتحديات الأمنية تتفاقم من حيث النطاق والحجم ولذلك سيتم رفع الشراكة بين المؤسستين من جانبه أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على ضرورة تعزيز الأمن الأوروبي استعداداً للمرحلة القادمة مؤكداً على مواصلة دعم أوكرانيا وحذر ميشيل من أن العملية الروسية في أوكرانيا تنتهك القانون الدولي ومبادئ مثاق الأمم المتحدة وتقود الأمن والاستقرار في أوروبا والعالم البيان المشترك لقادة الناتو والاتحاد الأوروبي أشار أيضاً إلى ضرورة معالجة المنافسة الجيوستراتيجية المتنامية وحماية البنى التحتية الحيوية والتعامل مع التهديدات من التقنيات الناشئة كمجالات مهمة لتعميق التعاون كما تعهدت المنظمتان بتعبئة قواتهم السياسية والاقتصادية والعسكرية على نحو أفضل كما شدد البيان المشترك أيضاً على أن سياسات بكين ونفوذها المتزايد تشكل تحديات ينبغي التصدي لها في إطار المنافسة الاستراتيجية وأشار أيضاً إلى أن التحالف لا يزال ركزة الدفاع الجماعي لأعضائه والمنطقة الأوروبية الأطلسية لكن التعاون الأوروبي الأوسع سيساهم بشكل إيجابي في الأمن العالمي مشاهدين الكرام كان هذا عرضاً لأبرز نقاط اتفاقية التعاون المشترك بين الناتو والاتحاد الأوروبي شكراً لطيب المتابعة فصل قصير ثم نعود لاستكمال المشأة أهلاً بحضراتكم من جديد هددت الصين بمهاجمة تايوان مرة أخرى وحضرت بأن السياسيين الأجانب الذين يتعاملون مع الجزيرة يلعبون بالنار وقال ماشيكوانج المتحدث باسم مكتب شؤوني تايوان في مجلس الدول الصيني أن بلاده أكدت التزامها في العام الجديد بحماية سيادة ووحدة أراضي الصين وتحتيم مؤامرات استقلال تايوان وأضف في مؤتمر صحفي نصف شهري أن الدعم الذي وصفه بالخبيث لاستقلال تايوان من جانب العناصر المناهضة للصين في عدد قليل من الدول الأجنبية هو استفزاز متعمد تقطط كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإجراء مناورات عسكرية مشتركة على الشهر المقبل في إطار سيناريو استخدام كوريا الشمالية لسلاح نووية أوضحت الدفاع للكورية أنه من بين خطط أخرى سيتم إجراء تدريبات كورية أمريكية لمدة 11 يوما دون انقطاع في الربيع إلى جانب إجراء اختبار نهائي لصاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب وإطلاق أول قمر اصطناعي كوري جنوبي للمراقبة العسكرية لفتة الاحتمالية أن يناقش الحليفان خلال التدريبات الردود المنصقة على سيناريو الاستخدام النووي لكوريا الشمالية قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إن الولايات المتحدة تخطط لزيادة كبيرة في عدد الصواريخ المضادة للسفن التي تتسلح بها القوات الأمريكية في اليابان وذلك في إطار بدل جهود أوسع تهدف إلى رضع الصين وأضح المسؤولون أنه سيتم توريد صواريخ المضادة للسفن إلى اليابان ضمن فوج مشابح رية قد أعيد تنظيمه مضيفين أن قوامه بلغ ألفين عسكري وذلك للقيام بتنفيذ مهام الاستطلاع والنقل ورجح المسؤولون أن تكتمل عملية نقل هذا الفوج بحلول عام 2025 أعلنت شركة القطارات الفرنسية عودة الحركة لطبيعتها في محطة قطارات الشمال في باريس بعد حدثة الطعن داخل المحطة من جانبها أقامت الشرطة الفرنسية حواجز أمنية عند محطة جاردينورد بعد عملية الطعن موضحة أن ستة أشخاص أصيبوا في تلك العملية وأكد وزير الداخلية الفرنسي أنه تم تحييد منفذ العملية الذي كان يحمل سكينا هذا وأعلن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيق في ذلك الحادث أعلنت السلطات الأمنية المغربية الأربعة تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش وذلك خلال عملية مشتركة مع السلطات الإسبانية أعلنت المغرب أن الخلية تتكون من ثلاثة عناصر ينشطون في كل من إسبانيا والمغرب حيث تم توقيف عنصر داخل المغرب وعنصرين في إسبانيا أعلن الرئيس للأمريكي جو بايدن ألا علم له بمحتوى وفائق رسمية سرية تعود إلى الفترة التي كان يتولى فيها منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما وعثر عليها أخيرا في مركز أبحاث بواشنطن وعلى هامشي قمة أمريكية كندية مكسيكية عقدت في مكسيكو قال بايدن لصحفيين أن محاميه سيتعاونون بالكامل خلال فحص هذه الوثائق معربا عن أمله في أن تنتهي عملية الفحص قريبا هذا وأوضح بايدن أن هذه الوثائق تم العثور عليها عندما كان محامي بتنظيف مكتابه في جماعة بانسلفانيا ولافت إلى أنه عندما اكتشف محاموه أن بعض هذه الوثائق كانت سرية اتصلوا بهيئة المحفوظات لتسليمها عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعاً مع نظره المكسيكي أندريس أوبرادور ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي وذلك في إطار قمة قادة أمريكا الشمالية وبحث القادة خلال الاجتماع عدداً من الملفات يأتي في مقدمتهم الأمن وتحسين المصارات القانونية للمهاجرين بالإضافة إلى خطوات تعزيز صناعة أشباه الموصلات في أمريكا الشمالية يوقع رئيس الوزراء البريطاني أريشي سانك ونظيره الياباني فاميو كيشيد اتفاقية دفاعية في لندن اليوم تسمح للبلدين بنشر قوات على أراضي بعضهما البعض في أحدث تحرك نحو توفيق العلاقات الأمنية ويزور كيشيدا بريطانيا في إطار جولة بمجموعة السبع لأكبر اقتصادات عالمية تشمل فرنسا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة أمد المتوقع أيضاً أن يناقش سانك وكيشيدا تجارة وانضمام بريطانيا إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادي قدمت الحكومة البريطانية مشروع قانون جديد لمجلس العموم لمواجهة موجة الإضرابات التي تضرب مختلفة حيوية في البلاد بسبب ترد الأوضاع الاقتصادية وينص مشروع القانون الحكومية على توفير الحد الأدنى من الخدمة العامة والرئيسية للحفاظ على مستويات استلامة أثناء الإضرابات العمالية وقال الرئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك إن هذا القانون يتمشى مع بلدان مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تحاول الحكومة البريطانية نزع فتيل الإضرابات التي أصبحت أكبر مهدد لاقتصاد البلاد في الفترة الحالية بعد تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرينيا وقبلها أزمة كورونا الحكومة البريطانية تسعى من خلال مناقشة تشريع يحد من الإضرابات والاحتجاجات لتجنب الإضرابات التي تخطط لها نقابات القطاع العام وذلك بعد موجة إضرابات متزايدة شملت قطاعات النقل والصحة وربما تطال قريبا التعليم للمطالبة بزيادة الأجور محاولات الحكومة البريطانية فشلت في مرات سابقة نزع فتيل الإضرابات خاصة في القطاع الصحي حيث فشل وزير الصحة البريطانية في تجنب المزيد من الإضرابات في القطاع الصحي بعد اجتماعه مع النقابات الممثلة للقطاع والتي واصفت عرض الحكومة بالإهانة حيث تعيش بريطانيا موجة من الإضرابات تعتبر من بين الأكبر في تاريخ البلاد بعد أن اختارت قطاعات حكومية عديدة اللجوء إلى الإضراب بسبب ترد الظروف الاقتصادية واحتجاجا على الأوضاع المعيشية وارتفاع التضخم فلا يكاد يمر أسبوع في المملكة المتحدة دون أن ينضم قطاع حكومي أو اقتصادي جديد لموجة الإضرابات حيث طالت تلك الإضرابات قطاعات مهمة مثل الصحة والنقل والسكك الحديدية وتسببت بالقطاعات الحيوية في تضرر ملايين البريطانيين بعد أن وصلت إلى ذروتها ويبدو ثقل الأزمة في بريطانيا واضحا مع تصميم عمال السكك الحديدية على مواصلة حركتهم الاجتماعية بعد عدة إضرابات خلال الفترة الماضية آخرها الأسبوع الماضي فيما يجرى تصويت نقابات المعلمين على تنظيم إضرابات لاحقة في المؤسسات العامة بينما يظل الوضع في قطاع صحة حارجا للغاية مع إضراب الممردين يومين في يناير وذلك بعد أن امتنعوا عن العمل في ديسمبر في سابقة أولى منذ أكثر من مئة عام واتصالا بالإضرابات التي تجتح بريطانيا أصبحت البلاد أقل قدرة على المنافسة وأقل جاذبية للمستثمرين الأجانب وفق استطلاع أجرته الهيئة التجارية لشركات التصنيع البريطانية وصل نشطاء المناخ في هلمانيا لليوم الثاني تنظيم مظاهرات نتيجة ضد إخلاء بلدة لوتسرعت بغرض التوسع في تعديل الفحم تأتي احتجاجات نشطاء المناخ تنديدا بخطة الحكومة الألمانية لمواجهة أزمة الطاقة في البلاد باللجوء إلى الفحم ترجمة نانسي قنقر 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 أعلنت وكالة الفضاء الروسية أن مركبة الفضاء سويعز المتضررة يجب أن تعود إلى الأرض بدون طاقم وقالت الوكالة أن المركبة تعرضت لضربة نيزاكية صغيرة حيث تسببت الضربة في تسرب سائل التبريد كما أعلنت الوكالة أنها توصلت إلى اتفاق مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لإعادة رائد الفضاء الأمريكي فرانك كاروبيو إلى الأرض على متن مركبة الفضاء الاحتياطية سويزو أم إس فلاثة وعشرين أعرب وزير خارقية كوريا الجنوبية بارك جين عن أسف بلاده لقيم الصين بإيقاف إصدار تأشيرات دخول قصيرة المدى للكوريين الجنوبيين سواء كانت لأغراض التجارة أو السياحة ردا على إجراءات الحجر الصحي التي طبقتها سول مؤخرا على الوافدين من الصين وأقال بارك إنه لأمر مؤسف للغاية أن تتخذ الصين مثل هذه الإجراءات وتقوم بتعليق إصدار تأشيرات قصيرة المدى لفتا إلى أن كوريا الجنوبية لا تزال تصدر تأشيرات للزوار الصينيين لأغراض التجارة العجلة أو لأغراض إنسانية احتجت الحكومة اليابانية على قرار نظيرتها الصينية بتعليق إصدار التأشيرات للمسافرين اليابانيين أحثت اليابان الصين على إلغاء الإجراء الذي ينظر إليه على أنه انتقام من اعتماد توكيو لقيود دخول أكثر صرامة بشأن كوريا أو كورونا في السياق ذاته كانت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في اليابان ارتفعت إلى أكثر من عشرة ألاف حالة وفاة خلال أربعين يوما أشرت وزارة الصحة اليابانية إلى أن عدد الوفيات الذي تم تسجيله حتى الآن في شهر يناير جراء الإصابة بالفيروس بلغ ثلاثة ألاف ومائة وخمسة وأربعين حالة صرح السفير الصيني لدى روسيا بأن بكين على استعداد لمواصلة تعميق تعاون الاستراتيجي الشامل مع موسكو في ظل ظروف التاريخية الجديدة أضف السفير الصيني أن البلدين مستعدا لاستئنف الصفر المتبادل في أقرب وقت ممكن مشيرا إلى أن بكين على ثقة تم من أن التعاون الصيني الروسي سيشهد تطورا كبيرا جديد دعا مسؤولون بمنظمة الصحة العالمية في أوروبا المسافرين إلى وضع كمامات خلال الرحلات الطويلة وذلك في ظل الانتشار السريع لأحدث متحور من فيروس كورونا ذكر مسؤول المنظمة أنه تم اكتشاف عدد صغير لكن متزايد من الإصابات بالمتحور XBB51 في أوروبا حيث يعد هذا المتحور الأسرع نقلا للعدوى من السلاسة أوميكرون ويمثل أكثر من 27% من الإصابات في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي توقعت منظمة الصحة العالمية أن لا يؤثر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين بشكل كبير على أوروبا بينما أعلنت بكين تعليق إصدار تأشيرات لكوريا الجنوبية واليابان ردا على قراراتهم حول فرض قيود على المواطنين الصينيين واستقلق وترقب دولي جرأ التزايد الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا في الصين عادت دول عدة لتفعيل القيود على المسافرين الوافدين من بكين وبالرغم من توقع منظمة الصحة العالمية ألا يؤثر ارتفاع عدد الإصابات في الصين بشكل كبير على أوروبا إلا أنها دعت دول القارة العجوز إلى اتخاذ تدابير متناسبة وغير تمييزية حيال المسافرين الوافدين من الصين مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانسي كلوجا أوضح أن التهديد يمكن أن يأتي من متحورة جديدة في أي مكان وفي أي وقت بما في ذلك في أوروبا وأسيا الوسطى مشددا على ضرورة الاستفادة من الدروس المستخلصة واتخاذ التدابير اللازمة لعدم الضغط على الأنظمة الصحية تحذيرات منظمة الصحة العالمية تأتي في وقت فرضت فيه عدة دول بينها الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا فرضت على المسافرين الآتين من الصين اظهر اختبارات كوفيد تسعة عشر سلبية لدى وصولهم فيما دعت بعض الدول رعاياها إلى تجنب الصفر غير الضروري إلى الصين وفي أول رد لها أعلنت سفارة بيكين في كوريا الجنوبية تعليق إصدار تأشيرات الدخول القصيرة للكوريين الجنوبيين واليابانيين وذلك ردا على القيود الصحية التي فرضتها سول وطوكيو على المسافرين الصينيين واعتبرتها بيكين تمييزية من جانبه قال وزير خارجية كوريا الجنوبية لنظيره الصيني إن تلك القيود تم فرضها على أساس علمي فيما اعتبرت بيكين أنه من المؤسف أن بعض الدول ما زالت تصر على فرض قيود دخول وصفتها بالتمييزية في حق الصين أفدت بينات جماعة جونز هوكنز الأمريكية بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز 665 مليون و888 ألف إصابة بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى أكثر من 6 ملايين و712 ألف حالة وفاة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شهدت كاليفورنيا الأمريكية موجة جديدة من العواصف والأمطار الغزيرة في بعض المناطق وتسببت موجة الطقس السيء في سقوط قتلى وتدمير منازل مما دفع السلطات إلى إصدار أوامر بإجلاء العديد من المناطق كما تسببت الرياح العتية في انقطاع الكهرباء عن عشرة الآلاف من السكان تسببت عواصف وحرائق غابات وعصير بخسائر تجاوزت قيمتها 165 مليار دولار في الولايات المتحدة العام الماضي فيما قالت الإدارة الوطنية للمحيطات أن البلاد شهدت 18 كارثة جوية في 2022 نتابع المزيد في التقرير التالي خسائر كبيرة أعلنت عنها الولايات المتحدة بسبب تغير المناخ وسوء الأحوال الجوية خلال عام 2022 تقرير حكومي أمريكي أكد أن الأعصير الكبيرة وحرائق الغابات والجفاف والعصفة الشتوية الشديدة في العديد من الولايات تسببت في خسائر تجاوزت 165 مليار دولار الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أعلنت من جانبها أن الولايات المتحدة شهدت 18 كارثة منفصلة للتقس والمناخ وكبدت عدة ولايات مبالغ كبيرة وأضرار مادية فادحة وكان إعصار إيان هو الأكثر تكلفة بنحو 123 مليار دولار كما أدى إلى مقتل العشرات المراكز الوطنية للمعلومات البيئية التابعة لإدارة الغلاف الجوي أكدت أن العدد المتزيد من التغيرات الجوية المفاجئة أو الغير موسمية يشير إلى أن النشاط المرتفع للغاية في السنوات الأخيرة بالولايات المتحدة أصبح هو الوضع الطبيعي الجديد لأحوال التقس السائدة هناك وبهذا الرقم من الخسائر احتل عام 2022 المرتبة الثالثة في إجمالي التكاليف بعد عام 2017 والذي شهد إعصاري هارفي وإرما وأيضا عام 2005 الذي شهد إعصار كاترينا وتشير مصادر إلى أن هذا الرقم قد يرتفع مع الاحتساب الكامل لتأثير العاصفة الشتوية التي ضربت وسط وشرق الولايات المتحدة في شهر ديسمبر الماضي فصلنا قصير ثم نعوده لاستكمال المشرح أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام بن جديد أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي العمل على استكمال برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية في إطار تعزيز دور القطع الخاص جاء ذلك خلال اجتماع عقده لمتابعة آخر تطورات الأنشطة المالية غير المصرفية وخاصة مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة تحسين بيئة ممارسة الأعمال لتمكين كافة الأطراف من التوسع والنمو بما يدعم الاقتصاد المصري مشددا على أهمية تنسيق وتكامل الجهود والخطط تبين كافة الأطراف لتقوية أداء سوق الأوراق المالية وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية أتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 537 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 338 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 90 طن أما في مجال حجب الأرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمية للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 219 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 3 أطن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 25 طن اسمنت حديد تسليح وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 341 قضية من بينها 82 قضية خبز ناقص الوزن و60 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال القضايا التامنية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 9 قضايا بمضبطات بلغت 125 طن ذكر مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف في فنلندا أن صقف المفروض على أسعار النفط الروسي يكلف الكريملين 160 مليون يورو يوميا كما سيرتفع المبلغ إلى 280 مليون دولار يوميا وذلك عند تمديد صقف الأسعار ليشمل المنتجات المكررة بدءا من الخامس من فبراير المقبل ذكر المركز الفنلندي أن خفض الأسعار أو صقف الأسعار أكثر إلى ما يتراوح بين 25 دولار إلى 35 دولار للبرميل بدلا من 60 دولار سيظل أعلى من تكاليف إنتاج ونقل النفط الروسي وسيخفض عائدات تصدير البلاد للنفط بما لا يقل عن 100 مليون يورو أخرى يوميا قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يلين أن صقف الأسعار الذي فرضته الدول الغربية على النفط الروسي يحقق أهدافه حتى الآن أشارت يلين لأن صقف الأسعار الذي تم تطبيقه قبل نحو شهر حقق تقدما كبيرا مؤكدة أن مسؤولين روسي اعترفوا بأن صقف الأسعار يخفض إيرادات الطاقة الروسية رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعتها لنمو إنتاج النفط الخام واستهلاك المنتجات البترولية خلال العام الجاري 2023 كما توقعت نموا أكبر في العام المقبل هذا وتوقعت الإدارة ارتفاع إنتاج النفط الخام بواقع 550 ألف برميل يوميا إلى 12 مليون و41 ألف برميل يوميا في 2023 مقارنة مع التقدير السابق للإدارة بارتفاع بواقع 470 ألف برميل يوميا هذا وارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم بعدما أشأرت تقديرات معهد البترولي الأمريكي لارتفاع مخزونات النفط إلى جانب متابعة تصريحات بشأن مصار الفائدة في الولايات المتحدة أصعدت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 15% عند مستوى 80 دولار و52 سنة للبرميل كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 4 من 10% عند مستوى 75 دولار و45 سنة للبرميل هذا وارتفعت أسعار الذهب وسط حالة ترقب من المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكي هذا الأسبوع أصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنصف بالمئة لتصل إلى 1885 دولار للأوقية مسجلة أعلى مستوى في ثمانية أشهر وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.7% عند مستوى 1889 دولار للأوقية ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات قبيل حديث أعضاء مجلس إدارة المركزي الأوروبي في مؤتمر يوروموني بفيينة بحثا عن مؤشرات تتعلق بمستقبل السياسة النقدية وارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 5 من 10% كما صعب كل من المؤشر البريطاني فوتسي 100 بنسبة 6 من 10% والألماني داكس بنحو 8 من 10% وكاك الفرنسي بقيمة 7 من 10% ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملاتها اليوم بما تجاوز 1% لتسجل أعلى مستوياتها في أسبوعين كمثل نظيرتها في بول ستريت والتي أغلقت أو أغلقت مرتفعة أمس أغلق أو أغلق المؤشر الرئيسي في بورسة توكيو مرتفعا بنسبة 1.3 من 100% كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا توبكس بنحو 1.8 من 100% في الختام تبقى تذكرة بأبرز العنوان الكريملين يعلن أن الرئيس الروسي بوتين منفتح لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا عودة الحركة لطبيعتها في محطة قطارات الشمال في باريس بعد حادثة طعن أصفرت عن ستة جرحة كوريا الجنوبية واليابان تحتجان على قرار بكين بتعليق إصدار التأشيرات للمسافرين بسبب قيود كورونا ختاما لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترو نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو عقود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة أشكر لحضراتكم طيب المتابعة والشكر موصول لمحمد الرميحي موسيقى